أخوتي أخوتي السلام عليكم ومحبابكم في عدد جديد من أعداد انجليش تيزاد المخصصة للنصائح والتوجيهات والمواقع المفيدة اليوم جبت لكم طريقة بسيطة سهلة وممتعة لتعلم انجليزية وتناسب كل المستويات المبتدئين ذوي المستوى المتوسط وحتى ذوي المستوى المتقدم نوعا ما حتى تعرفوها الطريقة تبقى معي إذن خوتي كما قلت في المقدمة الطريقة اليوم راح نحتاج فيها زوج أشياء فقط الشيء الأول هو اليوتيوب والشيء الثاني هو واحد من المواقع تحويل الفيديوهات إلى MP3 يوتيوب 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 مثلا نقوله مثلا هذا الموقع أوكي نخلو هذا الموقع مفتوح ودرك نروح لليوتيوب أوكي كما راكم تشوفوا الآن دخلنا لليوتيوب نبحث عن قناة اسمها تاد وهذا تاد هي معروفة تاد تولكس معروفة جدا حتى عندهم ثمن ملايين مشترك الفيديوهات الموجودة فيها على هذه القناة أو هذا البروغرام لأنه هو برنامج هذا تاد ناس من جميع أنحاء العالم يتكلموا في مواضيع مختلفة كما شتوا الاسم معناها أفكار تستحق النشر وهذا القناة أنا حضرت العديد من المؤتمرات لقدمونا فيها أساتذة من كامبريج ومن أوكسفورد قدمونا فيها النصائح كلهم نصحونا أن نستعملوا هذه القناة أولا لنا هنا باش نطوروا الإنجليزيتانا كأساتذة وأيضا نمدوها للتلميذ تاوعنا باش هما ثاني يطوروا الإنجليزيتهم من خلالها فهي قناة مشهورة جدا وتستعمل أيضا لتعلم الإنجليزية نكتشف هذه القناة واش فيها ونقول لكم كيفاش تقدروا تعتمدوا عليها في تعلم الإنجليزية أول شيء احنا لازم نتأكدوا أن الفيديو اللي راح نشوفوه يكون الموضوع التاع ومهم وبالك يعني فيه الفان يعني بالك مضحك ولا بالك المهم ناس بزاف شافتوه كيفاش نديرو باش روحوا الموضوع كما هذا نروحوا لهنا ونديرو موست بوبيلر نحوسوا على المواضيع الأكثر مشاهدة بما أنها أكثر مشاهدة معناها مواضيع يعني تكون يتكون مهمة يتكون مضحكة يتكون مفيدة يعني كاين سببا كاين سبب علاش الناس بزاف شاهدوا هذا الموضوع نشوفوا الموضوع الأكثر مشاهدة مثلا وسبب واحدة أخر علاش نختار المواضيع الأكثر مشاهدة لأنه فيها الترجمة وهذه اللي راح نهضر عليها ثاني مثلا ندخل لهذا الفيديو عنوان هذا الفيديو هذا هو شيء صاراك يتجاوب على هذوك الاميلات اللي حاولوا يسرقوا لك دراهم وأنها شوالي ينصب عليك الإيميالات التعال نصب هذا هو العنوان تاع هذا الفيديو أنا هذا الفيديو شفته شخصيا وعجبني جدا فيديو مضحك أدورك راح نشوفو كيفاش نستعملو هاد القناة في تعلم الإنجليزية أول شيء هاد القناة فيها ناس من جميع أنحاء لها يعني فيها بريطانيين فيها أمريكيين فرح تكون فرصة ليك أنه تعود الأذن تاعك على different varieties يعني من إنجليزية بريطانية إنجليزية أمريكية إنجليزية أسترالية فهذا راح يكون شيء مفيد جدا بنسبة لك شيء ثاني اللي تقدر تديره حسب مستواك الشخصي إذا كان مستواك يعني مبتدئ فهنا يعطيك الفرصة أنك تشوف ترجمة شوف هناك تضغط على Subtitles لازم تكون هذه حمرة من تحت ثم أضغط على هناك على settings راح تشوف هناك Subtitles CC هذي تشوف انجليز إنت أضغط عليها راح تخرج لك العربية يعني كما قلت هذه الفيديوهات المشهورة اللي شافوهم الكثير من الأشخاص تلقى فيهم يعني لغات ممكن مختلفة للترجمة إنت أضغط على العربية دورك نشوفوا شوية نتفرجوا بالترجمة العربية كيفاش تكون كما شفتوا تقدر تشوف ترجمة مثلا شفنا هذه الكلمة هذه الكلمة مثلا ما تعرفها هاي ليك يعطيك هناك تشوفها يعني بالترجمة أنت تفرج تشاهد وتتمتع بالقصة ومن في نفس الوقت تكتسب في اللغة بلا مدفق يعني تكتسب في اللاوعي إذا كان المستوى تاعك يعني متوسط وقادر أنك تفهم الإنجليزية يعني بدون ترجمة ف كل ما عليك فعله هو أنك تختار الإنجليزية هنا حتى يعني الأشياء اللي رك تسمع فيها في الفيديو رك تقرأها في نفس الوقت وهذه طريقة مفيدة جدا ليك أنك تتعرف على الكلمات و الكلمات يعني يعني لأنه كان بعض الكلمات ممكن لتكون سمعتها من قبل بسا عمرك مشتها مكتوبة فأنت رح تشوف هذه الكلمات بشكل مكتوب وراك رح تتعرف عليها حتى تقدر تستعملها في المستقبل وكذلك رح تشوف تكوين الجمل يعني Structure sentence كيفاش تكون رح ترفضه عن طريق الاستماع والقراءة في نفس الوقت وفي نفس الوقت طبعا رح تتعلم التلفظ pronunciation كيفاش تعلم pronunciation عن طريق الاستماع إلى العديد من الكلمات بشكل متكرر وهذا هو الهدف من مشاهدة فيديوهات باللغة الإنجليزية التي تكون الإنجليزية تحهم سليمة فأنت بالاستماع إلى نفس الكلمة ونفس الجمل بطريقة متكررة رح في المستقبل تكون قادر على ترفض هذه الكلمات بشكل صحيح أضرك العديد منكم أرام يتساءلوا علش فتحنا هذا الموقع يعني لتحويل الفيديو من يوتيوب إلى الـ MP3 الجواب بسيط جدا كين بزاف رح يقولوا لي الآن ما عندناش الوقت أن نشوف احنا هاد الفيديوهات ونخدموه وبالك وقتنا كله يروح طريق يعني دي بلاس ما احنا الجزائرين ما شاء الله نخسره كثير من الوقت في 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 التنقل من العمل إلى الـ إلى البيت ومن البيت إلى العمل كيف يمكننا أن نستغلوا هذا الوقت في تعلم الإنجليزية؟ سهل جدا حول هذا الفيديو من فيديو إلى MP3 نخذ الرابط نحطه هنا ساعة اضغط على Start كما لا تشوف خليه حتى يشارجي يلحق 100% ماشي شرط استعملوا هذا الموقع استعملوا أي موقع لتحويل الفيديو إلى MP3 واضغط هنا على Download هكذا نحملنا MP3 أو Lake الفيديو هكذا نحملنا النسخة الصوتية نطلعها في الهاتف ونستمع لها يعني عند ذهابنا إلى العمل عند العودة إلى العمل بشكل متكرر يعني لما يكون التكرار فبالما تحس راح تشوف أنه الإنجليزية تاعك بدأت تتطور وبدأت تفهم أكثر وأكثر وبدأت تفهم بشكل أفضل ودائما الكلمات اللي ما تفهمهش ولا اللي تلقى فيها صعوبة مثلا قول وراك تتفرج وخرجتلك كلمة يعني ما ما عرفش المعنى التحق وبلما تشوف في الترجمة بالعربية أبحث على ذلك الكلمة أو هناك طريقة أخرى أكتب كل كلمات يعني اللي ما تفهمهش وفي آخر الفيديو أبحث على هذه الكلمات طبعا ما راحش تشفى على هذه الكلمات من المرة الأولى أبحث عليها مرة ثنين ثلاثة حتى خلاص تشوف أنك خلاص هذه الكلمات رسخت في راسك وما تحتاج أنك زيت تبحث عليها أبدا ولكن هذا العمل لازم له مداومة يعني مش تشوف فيديو لازوج لازم تواصل يعني الداوم هما أصلا يعني يحملوا فيديوهات جديدة يعني بشكل مستمر فأنت داوم على هذه الفيديوهات منها ركت تشوف تجارب أشخاص أخرى يعني في الحياة ممكن تستفاد من تجارب هذا وركت تعلم الإنجليزية بطريقة ممتعة وبسيطة وتلقائية يعني ما ركش تبدل مجهودة أخوتي إخواتي إن شاء الله التوجيهات اللي مديت لكم اليوم تكون لفعتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة باش توصلكم كل فيديوهات الجديدة وشاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم باش وما ثاني يستفادوا وتابعونا ثاني على صفحتنا في فيسبوك English DZ with Mr.Ameen نتلاقوا في عدد أخرى إن شاء الله Goodbye See you